نرحب بكم من جديد مشاهدين الكرام ما زلنا مع رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب و ما زلنا نتحدث في الملف الرياضي وصلنا إلى المباراة النهائية مباراة القرن لأول مرة فريقين من دولة واحدة في النهائي مباراة كانت كبيرة أمام فريق الزمالك هل تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة و إذا كان في حديث ما هي الرسائل اللي وصلتها لللاعبين الرسائل اللي ممكن أكون أضيفها للأولاد إننا نحن تعبنا جدا طول السنة وصلنا للمحطة النهائية أنتوا أفضل من خلال الموسم كله و من خلال جميع المباراة اللاعب في أفريقيا أنتوا أفضل مجموعة موجودة أنتوا أفضل لعبة موجودة في القرى محتاجين نبقى هاديين و يمركزين هاديين و عندنا إصرار هاديين و عندنا قوة في الأداء هاديين و عندنا تركيز كامل مع كل كلمة بيقولها المدير الفان إننا كنت أحسن أولاد مجودين زيادة عن لزوم فهيكون مهم أول إن إحنا نتوصل للرسالة دي و مش أنا بس فاكرا لما أحب نتكلم أنا لازم أتكلم مع مدارب الأول أنت بتكلم معهم إزاي عشان أنا لو أضيفة على كلامه باش إحنا كل واحد يتكلم في سكة يعني هو أو مديرك طبعا كابتن سايل مدير الكرة كمان ركزنا على إن إحنا أفضل مجموعة لكن مباراة كبيرة مع نادي كبير نادي الزمالك طبعا ده موضوع بيشرف كرة مصرية لكن إحنا عندنا أمل كبير جدا جدا في البطولة وإنتوا إن شاء الله السبب في ده وإنتوا اللي هتشتغلوا للأمل ده كل واحد يعمل عليه والتوفيب تهربنا سبحانه وتعالى